نخاطب أمير المؤمنين ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين من الذين خاروا في يوم خيبر وفروا جبناء ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنني سأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار ذلك هو الكرار وهو الكرار الوحيد البقية فرارون الفرار هو كثير الفر وقد حدثنا القرآن عن كثرة فرار الصحابة لطالما فروا في المعارك فهم فرارون وليس هناك من كرار إلا هو إلا هذا الكرار الذي نخاطبه في زيارته الغديرية ويوم خيبر إذ أظهر الله خور المنافقين وقطع دابر الكافرين اليهود وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا مولاي أنت الحجة البالغة والمحجة الواضحة والنعمة السابغة إلى أن نقول له وَأَمَّرَكَ من الذي أمره؟ رسول الله وَأَمَّرَكَ فِي الْمَوَاطِنِ المواطن هي الأوقات العسيرة ومن أوضحها الحروب وَأَمَّرَكَ فِي الْمَوَاطِنِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ أَمِيرٌ من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟ هذا أمير الوجود أمير الأمراء هذا علي وكفى أن أقول علي وأمرك في المواطن ولم يكن عليك أمير من هو هذا الذي يكون أميرا على الأمير؟